قطاع الزراعة بيمثل حوالي 15% من الانتاج الإجمالي القومي فيه أكتر من حوالي 9 مليون مواطن بيشتغلوا في قطاع الزراعة أهمية هذا القطاع وما تم التحقيقه فيه خلال السنوات الماضية تمام وطبعاً احنا في البداية بنقدم التهنئة للفلاح المصري في عيده على الضول الكبير اللي بيقوم بها على مره العصور في تحقيق التنمية الزراعية وطوفير الأمن للغزاء للسالة المواطنين وطوفير الإنتاج للتصدير الخارج والمساهمة في القيام بالأعمال المقطعة الزراعية والمقتبطة بقطاع الزراعة فالفلاح المصري يعني له دور كبير جداً في تحقيق التنمية الزراعية والتحقيق التنمية في جمهورة مصر العربية بشكل عام فهذا ينتهي هذه الفرصة ونقدم له التهنئة والتحية ليه وكل الفخر والاعدزاز بالفلاح المصري طبعاً زي ما سيادتك عارف نتيجة الجهود اللي بتبزيلها الدولة وبيشارك فيها طبعاً الفلاح المصري ان احنا الحمد لله يعني عندنا اكتفاء ذاتي في العديد من السلع الزراعية الهامة زي الأرز زي البن الطازجة اللحوم الدواجن كرامنا على اكتفاء ذاتي من الأسماك بيض المائدة جميع أنواع الخضرات والفاكية الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي يعني عندنا إنتاج اكتفاء ذاتي وعندنا فقط بيتي متصدير الخارج يعني تجاوز العام الماضي أكتر حوالي 7.5 مليون تم فكل دي انجازات كبيرة جداً بيشارك فيها الفلاح المصري ويعني وتوفر فرص عمل كتير وتوفر الغذاء للصدر المواطنين على مدار العام بجودة عالية وسعر مناسب في مشروعات قومية مهمة كانت مخصصة لدعم الفلاح وزيادة إنتاجية الأرض يمكن الفترة الحالية شفنا كتير من المشروعات لحركة تقول لنا جزء منها وتقول لنا وصلنا لأي مرحلة ويعني وصياتك يكلمون في البداية على مشروعات التوسع القفقي نحن الحمد لله في الوقت الحالي شغالين في عدة مشروعات بالتوازي في وقت واحد عندنا مشروع الدلتة الجديدة عندنا مشروع المليون ونصف المليون في الدم عندها تشكى الخير، شرق العوينات، وسط وشمال سيناء، الواد الجديد كل هذه المشروعات القومية الكبرى بتستهدف إضافة للركعة الزراعية حوالي من 3.5 إلى 4 مليون فدان يعني بتفوق ما تم إضافته الرقعة الزراعية خلال 60 سنة الأخيرة لكن أنت تخيل أننا في العشر سنين أخير دول كده شغالين من الصاصح في عرب الزراعية بالتوازي في وقت واحد مشروعات مختلفة بتضيف للركعة الزراعية أكثر ما تم إضافناه في 60 سنة الأخيرة هذه المشروعات طبعا بتقوم بها في تحقيق الأمن الغذاء إذا ما احنا عارفين وأيضا مشروعات متكاملة، انتاجية، زراعية، صناعية، خدمية متكاملة والهدف الأساسي منها أيضا أن احنا نهتم بالفلاحة المصري احنا طبعا عارفين أن فيه كسافة في الريف وفيه تكدس وفيه تفتت حيازات فهذه المشروعات بتساهم بشكل كبير لأننا ننقل جزء من الكسافة السكنية الموجودة في الريف إلى هذه المشروعات القوامية الكبرى بحيث نزود الإنتاج ومساحات واسعة ونوفر فرص عمل وحياة كريمة للسادة المواطنين أيضا هذه المشروعات بتساهم في زيادة الصدرات الزراعية لأننا نحن ننتج فيها إنتاج نظيف وننتج فيها الإنتاج في المواعيد المناسب للأسواء العالمية وزا ما قلت حضراتكم بتوفر فرص عمل كبيرة جدا وأيضا بنصنع يعني بنحاول بقى نخفض الفاقد اللي كان يتم في المنتجات الزراعية نتيجة أننا نصنع المنتجات الزراعية في هذه الأماكن فبالتالي نخفض الفاقد بالنحية ونزود الكمة المضافة من ناحية أخرى ونوفر السلع على مداره العام بأسعار مناسبة للمواطنين